اشتركوا في القناة وهناك اندفن هكذا يفعل الرب بيا وهكذا يزيد انما الموت يفصل بيني وبينك نعمي وإلي مالك وأولادهم الاثنين تغربوا عن أرضهم وعشيرتهم وبيتهم إلى بلاد المؤاب على المدى يعيشون حياة أحسن اللي صار أنه أولادهم اتزوجوا من عرفة وراعوذ وبعد وقت قليل ماتوا الأولاد وبعدها مات إلي مالك واللي بقى فقط ثلاثة أرامل وقررت نعمي أن ترجع إلى بلادها بسبب فقدت كل الرجاء لكن كناتها رفضوا أن يتركوها عرفة رجعت لأهلها لكن راعوذ أغذت وعد أنه ما تترك حاماتها نعمي تصوروا ويايا خيبة أمل نعمي تغربت للحياة الأفضل لكنها وبعد مدة فقدت أولادها وزوجها ظرف صعب جدا ترجع لأهلها مع أرملت ابنها هل انتهت القصة هنا؟ لا طبعا بسبب الرب عنده مبدأ مهم مكتوب بسفر القضاء صاح 14 من الآكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حلاوة بنشوف أنه أمرأة غريبة وهي راعوذ بتكون جدة لأهم ملك في تاريخ إسرائيل وهو الملك داود راعوذ المؤابية اللي رجعت ويايا نعمي صارت أيضا نذكر اسمها في سلسلة نسب المسيح من تكون ويا الرب هو ما راح يخذلك هو راح يغير الظروف ويخلق ظروف ملائمة ممكن بهالوقت ما تعرف ليش الأمور بتمشي بهالطريقة اللي أنت أو أنت بتمرين بيها لكن يجي اليوم اللي تقدر تقول الآن قد عرفتو أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر يا رب يسو احنا بنشكرك فعلا بنعظم اسمك القدوس بنباركك يا رب لأن احنا يا رب مسلمين حياتنا بيدك وانت اللي راح تقودنا من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة يمكن هاليوم ما نعرف ليش الأعاصير تضرب سفينة حياتنا لكن متأكدين انك انت اللي بتقود حياتنا وسفينة حياتنا وراح تبصلنا لبر الأمان باسم المسيح يسوع صلي آمين آمين والربي باركك ولا تخاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة